ما في يوم اللي ايام سألت نفسك من هو مكتشف النفط في المملكة العربية السعودية للمعلومية ترى هو السعودي بعد توحيد المملكة العربية السعودية بسنتين الملكة عبدالعزيز طيب الله فراء اتخذ قرار مهم وصعب جدا في حياته هو جلب الشركات العالمية من الخارج انا ليش اقول القرار كان صعب لان الناس في ذاك الزمان كان يشوفون كل شي حرام التلفزيون حرام الاذاء حرام البرقية حرام كل شي حرام في ذاك الزمان والملكة عبدالعزيز كان يقول أنا كيف أقدر أجيب الشركات العالمية من الخارج إلى السعودية في عام 1933 ووقع الملكة عبدالعزيز رحمة الله عليه اتفاقية مع اتحاد سبع شركات أمريكية وتم تسمية السبع شركات الأمريكية بستاندرد أوف أويل كاليفورنيا طبعاً قبل الشركات الأمريكية كان فيه شركات بريطانية يشتغلون في السعودية ولكن ما تدرك تشفونوا النفط وكذلك كانوا يعتقدون أن المنطقة غير آمنة والتعامل مع البريطانيين كان صعب جداً الملكة عبدالعزيز بعد مواقع اتفاقية مع السبع الشركات الأمريكية ستاندرد أوف أويل كاليفورنيا جول السعودية وبدأوا يشتغلون على الأراضي السعودية حاولوا يكتشفون النفط يشتغلوا له مدة خمس سنوات ولكن ما قدروا إدارة الشركات الأمريكية في أمريكا تواصلوا مع الفريق الأمريكي اللي يعمل في السعودية ويقولوا لهم خلاص رجعوا لأمريكا الأراضي السعودية جافة أماماً مستحيل يكون فيها نفط فعلاً نعزل مشاهد في قدو الأمل كان فيه رجل أمريكي جيولوجي اسمه ستينكي طلب مهلا من الإدارة في أمريكا كان عنده أمل الرجل اللي له فضل على كل السعوديين واللي بفضله بعد الله سبحانه تم اكتشاف النفط على الأراضي السعودية هو خميس بالرمثان العجمي رحمة الله عليه رحمة واسعة بالربع الخالي وفيه وسطه الكثبان الرملية المتشابها مستحيل يضيع طبعاً رجل الأمريكي الجيولوجي ستينكي كان يقوم بتحليل الأحجار والصخور وفيه بعض الأعمال الأخرى أما السعودي خميس بالرمثان العجمي هو اللي له الفضل بعد الله سبحانه هو الدليل حقهم كان يعرف جميع المواقع كان يمشي معهم ويقول هذا المكان خيمت فيه أنا وجدي قبل عشر سنوات خميس بالرمثان العجمي كان يتمتع بذاكرة قوية ومعرفة عميقة بمسارات النجوم جميع الأمريكان الجيولوجيين في ذلك الزمان كان يسخرون من خميس بالرمثان العجمي كان يقولون هذا بدوي ما يفهم شعرفة النفط وشعرفة بالمواقع مستحيل يقدر يحفظ المواقع هذه كلها حنا في وسط الربع الخالي كثبان رملية ضخمة جدا وتشابهة كيف هذا يقدر يحفظ وبالفعل يقدر يحفظ وآخر شي نجنوا ونهبلوا كان يقولون هذا الشخص مبدع هذا الشخص داهية هذا الشخص فيه بوصلة في راسه وبعد محاولات استمرت لمدة خمس سنوات عمل شاقي أخوان خميس بالرمثان اكتشف أول بئر الخير عمل خميس بالرمثان العجمي كدليل مواقع رسمي لمدة 20 سنة وبعدين توظف في شركة أرامك السعودية عام 1942 توفى عام 1959 خلدت ذكرى وتم تسمية حق النفط باسمه رمثان عام 1975 وتم تسمية ناقلة نفط باسمه رمثان في عام 2017 رحمة الله على خميس بالرمثان العجمي رحمة واسعة بفضل الله ثم بفضله تم اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية السلام عليكم